السلام عليكم ورحمة الله بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عاوزين نقوي العدم بتاعنا ونمنع تعب ووجع وقلام الركاب والمفاصل والأكتاف والأصابع وكل المشاكل اللي عندها دي سبيشال في رمضان ومع العشرة الأواخر هنعمل لكم الوصفة دي الوصفة دي رائعة كتير ناس أنقذتهم يعني وأنقذت عدموهم وركبهم وكل المشاكل اللي كانت عندهم سبيشال النساء اللي بعد سن من الأربعين وأب سبيشال بعد الخمسين بالزاد كمان خلينا نشوف هنعمل وصفتين دول زي وإيه المحاذير لاستخدام الحب الرشود أول حاجة أنا لم أحجهزه أنا مش هاكله كده نمبر ونحن قلنا البذور وبذر فالبذور كلها ماقدرش هاكلها كده ومدخها مصلي جسمها ما بيستفيدش من معظمها ممكن يعني حاجة بسيطة منها أحسن أنها تكون منقوعات مية والأفضل كمان أن أنا أنقاحة في يعني من الليلة ممكن 12 ساعة بقى فأنا حامل لكم وصفتين رائعتين واحدة منهم أنا جربتها بنفسي يعني بالنسبة لي هو أحلى مشروب بشربه في حياتي من أروع مشروب أو عصير عملته وكينا عملتلكه شبهه اللي هو عصير الزبيب من كم أسبوع اللي ما عملهوش خسر حقيقي لأنه ريلي مشروب رائع وحلو جدا فنفس المشروب بتاع الزبيب ده احنا هنحط معاه حب الرشاد أنا هحتاج لحب الرشاد هنا نشرح الكمية بالضبط لأنه هو من البذور القوية قوي شوفوا لما أقول معلقة صغيرة معلقة شاي المعلقة الصغيرة دي مش معلقة في معالي أكبر من كده معلقة شاي برضو لأنا عاوز حاجة صغيرة كده هو ده أنا ده غسلة ومجهزة دي معلقة شاي من حب الرشاد ومنفوش شواشا مخسول أوكي أنا لما هستعمل مثلا لتلتة أيام أو أربع تيام أنا هعمل عصير واجهزه لتلتة أيام أوكي هاخد معلقة كبيرة دي معلقة كبيرة منه كده مثلا دي المعلقة دي دي هاخدها على تلتة أيام أو أربع تيام أوكي فهو ده ده قبل الغسل فأنا هاخسله كويس وهحطه بعل ما نقعز بيه بلا أنا هعملناه في الحلقة اللي فاتت ولو عندكو قطعة صغيرة من الزنجبيل فرش ما عندكوش مش مش مشكلة بس بتدي طعم حلو جدا أنا مش هعمله مركز أنا كده أنا قعته بقى جيلي شوفه إزاي هضربه بعد كده هزود عليه مية وهيبقى عندي عصير طعم السكر فيه خفيف جدا أنا ممكن أكله بقى مع طمراية أو حاجة ده ده تحفى ممكن تاخده أي وقت تحفى فعلا ومفيد جدا هتحسوا بتحسن في ركبكم والمشاكل المفاصل يعني على طول الميديا لتحسن بسيط بعد أسبوع عليلي هتحسوا بالفرق إن شاء الله سبيشال الركب أدي أدي أول وصفة تانية وصفة الناس بقى الكتير إحنا عندنا في مصر كتير قوي بينقعوا التمر مع الحليب حلوة قوي يعني ده حليب ده دافي وأنا هنقعوا فيه ممكن بقى يعني ساعة ساعتين تلات ساعات مش مش مشكلة مش لازم يبات أوكي؟ وهحط فيه برضو نفس الكلام ده مثلا المنقوع ده كله أنا هعمله لمدة تلات أيام هاخد منه شوية كل شوية فأنا برضو محتاجة حوالي معلقة كبيرة لمدة تلات أيام من المعلقة الكبيرة هتتقسم على التلات أيام يعني دي أنا معلقة كبيرة غسلتها قريدي أوكي؟ معلقة كبيرة بنحب رشاد واسيبه بقى كم ساعة أو أعمله الصبح واسيبه لحد الفطار وبعد كده تضربوه في الخلاط وهتعمله العصير التحفة أنا أحباره لك دلوقتي بس فيه بقى محذير لاستخدامه خلينا نجهز العصير ونحكي على محذيره وعلى الفوائد هما بيسموه seed of life بزرة الحياة وبزرة الحضائق garden seed يعني أهمية لبزر الرشاد ده من حاجات رائعة جدا والحمد لله متوفر في بلدنا وسعره رخيص يعني افريون لازم يجيبه ويستعمله بس هنقول مين ما يقدرش يستعمله خلينا نجهز العصير ده شكله بعد ما بخليه من بالليل وكده منقوه شوفوه عمليه زي بيبه وكل حاجة بزود بقى قطعة صغيرة جدا من الجينجر واضربه في الخلق نحكي على الفوائد احنا جهزنا العصيرين دلوقتي اللي اتنين تعبهم احلى من بعد وانتو بقليكم بتاعدكم تحطو ايه اللي بتحبوه اكتر يعني ممكن تحطو مثلا شوية من الهيل حاجة بسيطة اللي بيحب يحط القرفة بسكل حاجة بسيطة جدا لان ده قوي قوي البزور دي قوية مفعش حط معاها مثلا زنجبيل كمية كبيرة لا خالص بس شيء بسيط اذا كان مع الحليب ولا مع اللي عملناه مع الزبيب والمية تحفى لاتنين احنا من بعض وصحة خلينا بقى نحكي على فوائده الكتير قوي قوي اول حاجة البزر اللي هو البزر الرشاد وفيه الاوراق الاوراق كمان نها نفس الفوائد قل مست نفس الفوائد يا موجودة في الاوراق بس البزور اقوى طبعا دايما كلها البزر بتاع كل شيء وبيكون احسن هي مضادة للسرطان والبكترية والفيروسات انتي فيرال يتقال عليها كمان كويس الناس اللي عندها دايابيتز اللي عندهم السكر كتير بتفيدهم اللي عندهم مقاومة الانسولين هتفيدهم كتير جدا حلوة للبشرة حلوة عشان البصر عشان العين كمان هو غني بكتير قوي من المعادن وكمان عنده يود كمان فيه مادة اليود عنصر اليود موجود فيه فدي من الحاجات الكويسة قوي قوي يعني إحنا حكينا امبارح في حلقة امبارح أو اول امبارح حسب الفيديو هينزل امتى عن الكوبر عن النحاس هو كمان موجود فيه عنصر النحاس مي بيدي من الاسباب الكتير بتخليه كويس للناس اللي عندهم انميا اللي عندهم مشاكل في العظم اللي عندهم مشاكل في النمو اللي عندهم ارثرايتز عندهم التعب في الركب اللي عندهم في الاصابع كل الناس دي بتساعدها كتير قوي قوي كل ده في الحبة الصغيرة دي المرضعات بقى يسجد ليهم كويس الحوامل لا يعني ما ينفعش حد حامل يغدو كويس للكبد ما بيئزيش الكبد مع انه قوي قوي كويس للشرايين كل ده في البزور الصغيرة الجميلة دي وفي دراسات كتير عليه قوي انه هو يعني انتي كانسر لو كتير بيساء انه ضد الكانسر فخلينا بقى نشوف لما هنستعمله ونشربه كده مين بقى مفروض يشربه هو عنده نفس مشكلة العائلة الصليبية الى حد ما فلو انا عندي لو انا عندي مشاكل في الغود ده يستحسن انا ما اخدش حب الرشاد لو انا عندي مشاكل في المثانة وعندي مثلا قلم اثناء التبول وعندي مشاكل عندي التهابات برضو ممكن يزاود لي المشكلة دي فهو في الحالتين دول من الحاجات اللي انا ما اقدرش اخده فيها وقلنا كمان انه هو ما ينفعش لو حد حامل ما تقدرش تاخده ممكن ينظم الهرمونز وننظم الدورة وحاجات كتير قوي مفيدة لي بس طبعا اخد منه باعتدال وكمية صغيرة زي ما قلنا معلقة الشاي الصغيرة مش الكبيرة في معلقة الشاي صغيرة قوي هي دي واخد اسبوع بالكتير وهوقف وارجع تاني اخده ان شاء الله تستفيد منه كتير قوي بالصحة علينا وعليكم شاهكم في فيديو تاني وسلام عليكم ورحمة الله